أعظم آية على الجن آية الكرسي تحرق الجن حرق آية الكرسي نلجأ إلى الله بآخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل ليه من ربيه والمؤمنون وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه عارش يعني كفتاه تحصن ذلك اليوم ما فيه شيء بضرك تقرأ آخر آية من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم تقرأ قل هو الله أحد تقرأ المعوذات تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعيدك بكلمات الله التامة كلمات الله التامة من كل شيطان سحر وهامة حية أو عقرب ومن كل عين لامة إصابة بالعين تقراها على أولادك كلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذه سد حصين ضد العين ولذلك بعض الناس يقع في الشرك وهو لا يدري بيته حلو أو سيارته حلوة إيش بعمل؟ بروح معلق خرز الزرقة شوها الخرز الزرقة؟ قال عشان تصيبه تقي من إصابة العين أنت بتعرف لو واحد علق الخرز الزرقة واللي حذوة الفرس واللي علق شيء من هذي بسموها التمائم أنه يدخل بالشرك وهو لا يدري؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر